موسيقى بضربات مكثفة استهدت جنود أمريكيين وإصابة 41 آخرين في هجوم استهدف نقطتهم العسكرية شمال الأردن وبعد توعدها بالرد على تلك الحادثة شنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات استهدفت مواقع تابعة للفصائل المرتبطة بإيران في كل من العراق وسوريا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن قواتها شنت الغارات ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له وضربت أكثر من 85 هدفاً في سبعة مواقع مستخدمة العديد من الطائرات التي كانت من بينها قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة استخدمت في تلك الغارات أكثر من 125 قذيفة وصاروخاً دقيقاً وذكي التوجيه وأوضح البيان أن المنشآت التي تم ضربها شملت مقار العمليات والقيادة والسيطرة ومراكز الاستخبارات ومخازن الصواريخ والقذائف والمسيرات وكذلك مرافق لوجستية وسلسلة توريد الدخائر التي تستخدمها الميليشيات راحتها من الحرس الثوري الإيراني الذي اتهمتهم واشنطن بتسهيل سهل الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في بيان نشره البيت الأبيض أن القوات العسكرية الأمريكية ضربت بتوجيه منه أهدافاً ومنشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية وأكد بايدن أن الرد الأمريكي بدأ اليوم وسوف يستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها واشنطن كما شدد بايدن على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم إلى أنها سترد في حال تعرض أي أمريكي للأذى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد أن ضربات على مواقع الميليشيات في العراق وسوريا تمثل بداية الرد على مقتل وإصابة الجنود الأمريكيين في شمال الأردن وأضاف أن الرئيس بايدن وجه باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف مضيفا أن واشنطن سترد في الوقت والمكان المناسبين وأوضح أوستن كذلك أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر مشددا على عدم التسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية وأكد اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتها ومصالحها في كل مكان اشتركوا في القناة كما أعلن البيت الأبيض نجاح ضربات المقاتلات الأمريكية وقذفاته بي ون التي استهدفت ميليشيات إيران في العراق وسوريا المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أوضح أن الضربات استمرت لنحو 30 دقيقة واستهدفت 85 هدفا بسبعة مواقع مختلفة ثلاثة منها في العراق وأربعة في سوريا أضف كيربي أن واشنطن أبلغت بغداد قبل شن الهجمات بالفعل شيرا إلى أن الرد الأمريكي على ميليشيات إيران بدأ الليلة ولم ينتهي بعد كما شدد على أن بلاده لا تسعى للدخول في حرب مع إيران وفي أول رد فعل رسمي عراقي اعتبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن الضربات تمثل خرقا للسيادة العراقية وتقوض جهود الحكومة في حفظ الاستقرار وأضف أن الضربات الأمريكية تهدد بجر العراقي والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه وأن نتائجها ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراقي والمنطقة مشامية لا تخافي في سوريا وفي العراق وربما حتى ساهمت في الهجوم الأخير الذي أدى إلى مقتل ثلاثة من جنب الأمريكان وربما جرح العشرات أيضا الهجمات أسرت عن مقتل ثلاثة وجرح عشر آخرين حالتهم متفاوتة بحسب المصادر الطبية من مدينة القائم لكن حتى الساعة الأنباء متضارفة حول عدد القتلى والجرحة هناك أكثر من رواية والسبب هو لا يوجد أي بيان رسمي حكومي حول الحصيلة النهائية لكن المؤكد هناك قتلى وجرحة وربما حتى يكون هناك مدني ضمن القتلى بحسب هذه المصادر تحديدا في منطقة السكك وهي المنطقة الفاصلة بين الحدود السورية والحدود العراقية هذا ربما المشهد حتى الساعة بالتأكيد سيكون هناك ربما بيان رسمي حكومي يتحدث حول عدد حصيلة القتلى وكذلك حتى الخسائر المادية بحسب الحصيلة الأولية هناك أكثر من خمس مقرات جزء منها تابع للحشد الشعبي والجزء الآخر تابع للفصائل المسلحة وأيضا مغزل للعتاد والأسلحة تم تدميره بالكامل من خلال الاستهداف الأميركي بالتالي ربما ننتظر بيان رسمي حكومي حول الحصيلة النهائية لعدد القتلى وكذلك حتى الحصيلة النهائية للخسائر المادية التي خلفها القصف الأميركي هذا فيما يتعلق بعدد القتلى والخسائر ماذا عن ردود الفعل الرسمية الحكومية بغض النظر عن رد الفعل الرسمي العراقي عن طريق الناطق باسم قائد العام القوات المسلحة العراقية أي ردود أخرى جديدة؟ حقيقة حتى الساعة لا يوجد سوى هذا البيان المقتضب الذي تحدث فيه اللواء يحيى رسول عن انتهاك لأسيادة العراقية وربما أيضا جر المنطقة إلى مزيد من الصراع في حال استمرار هذه الضربات لكن ربما ننتظر بيانات نيابية بيانات حكومية بيانات ربما حتى من الفصائل المسلحة للرد على هذا الهجوم هل سيكون هناك رد على مستوى البيانات فقط أم سيكون هناك رد آخر باستمرار الاستهدافات للقواعد الأميركية المنتشرة في العراق أو القواعد التي توجد فيها القوات الأميركية المنتشرة في العراق والقواعد الأميركية الموجودة في سوريا ربما ننتظر ردود أفعال خلال هذا اليوم ستكون نيابية سياسية وكذلك ربما حتى حكومية وكذلك الفصائل المسلحة من بغداد مراسل الحدث سامر الكبيسي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك من إدلب ينضم إلينا مراسل الحدث محمد الأشقر محمد مرحبا بك أعطينا الصورة من عندك نعم بداية صباح الخير طبعا في اليوم الأول للضربات الجوية الأميركية استهدفت عدة مواقع للميليشيات الإيرانية في مدينة دير الزور وريفها هذه الضربات استهدفت ودمرت مستودعات أسلحة وذخائر في بلدة عياش مستودعات بلدة عياش وشهدت ألسنة اللهب تتصاعد من هذا المنطقة إثر هذا الاستهداف أيضا دوت عدة انفجارات متتالية تلت استهداف مستودعات أسلحة وذخائر على طريق بورسعيد بمدينة دير الزور وذلك بعد تدمير هذا المستودع أيضا كما تم استهداف مستودع ومصنع طائرات مسيرة في حي العمال بالإضافة لعدة مواقع عسكرية بالقرب من مدينة البوكمال ومزارع الحيدرية في بادية الميادين إضافة لعدة مواقع في المنطقة الواصلة بين مطار دير الزور العسكري ومدينة دير الزور وهنا أتحدث عن منطقتين هرابش وحويجة ثقر طبعا بحسب مصادر محلية قالوا بأن هاتين المنطقتين تنطلق منها الصواريخ التي تستهدف بها الميليشيات الإيرانية قاعدتي العمر وكونيكو في ريف دير الزور طبعا آخر الاستهدافات كان هو لمطار دير الزور العسكري ومحيط كلية التربية في مدينة دير الزور بالنسبة للخسائر البشرية حقيقة إلى حد هذه اللحظة لم يتضح أو ليست هناك أي حصيلة نهائية حول الخسائر البشرية ولكن المرصد السوري تحدث وقال أن عدد القتل ارتفع لثمانية عشر قتيل نتيجة هذه الضربات التي بدأت ليلة أمس طبعا كرد فعل أولي للميليشيات الإيرانية تبنت ميليشيات عراقية استهداف منطقة التنف قاعدة التنف جنوب سوريا بالقرب من المثلث الحدودي العراقي السوري الأردني فجر هذا اليوم تقريبا في تمام الساعة الرابعة ونصف وأيضا تحدثت وسائل إعلام محلية عن استهداف لقاعدة كونيكو في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف النيل من إدلب مراسل الحدث محمد الأشقر شكرا لك على كل هذه المعلومات قال قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريل إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والفصائل المرتبطة به يمثلان تهديدا مباشرا لاستقرار العراق والمنطقة وسلامة الأمريكيين ونشر حساب القيادة المركزية على منصة إكس نقلا عن كوريل قوله إن الولايات المتحدة ستواصل التحرك والقيام بكل ما يلزم لمحاسبة من يهددون سلامة مواطنين من القاهرة ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان مرحبا بك سيد رامي وشكرا لوجودك معنا أعطينا صورة أوضح عن هذه الاستهدافات الأخيرة الجولة الأولى حقيقة أمريكا صباح الخير من الاستهدافات التي استمرت لنحو ثلاث ساعات حقيقة الأمر قبل أن تعترف فيها الولايات المتحدة الأمريكية الاستهدافات امتدت على شريط نحو 130 كيلومتر من المكمال وصولا إلى دير الزور استهدافت مقرات كانت تواجد فيها سابقا أو مقرات أساسية لفيلق القدس أو الحارة السور الإيراني أو النجباء أو الفاطميون ومجموعات موالية لإيران عاملة في الأراضي السورية نتيجة الاستهدافات نتحدث نحن عن 18 قتيلا على الأقل 13 منهم في مدينة الميادين أو محيط الميادين 5 حتى اللحظة المؤكدين في منطقة مدينة دير الزور أي أن الاستهدافات كانت لمواقع في مدينة دير الزور ومحيط مدينة دير الزور الاستهدافات الأخيرة هي تركزت على دير الزور أكثر من المناطق أخرى بدأت الغارات في محيط الميادين ثم البوكمال وبعدها انتهت في دير الزور دون أن يكون هناك ردود من قبل المجموعات الموالية لإيران التي قتل منها من قتل حقيقة الأمر هم حراس هذه المقرات وليس العناصر الأساسيين الموجودين في هذه المقرات الذين أخلوها إلى مباني إلى أنفاق تحت الأراضي ولكن بالنهاية كان هناك إعادة تموضع منتشار تحدثنا عنه خلال الأيام الفائتة وقبل نحو ساعتين أو أقل من الاستهدافات الأمريكية كان هناك إعادة تموضع لكن بالنهاية مثل ما سكرت أبس على الحدث لا تستطيع إيران أن تخلي عناصرها من كافة المقرات كون أن هناك حراس لهذه المقرات التي عملت إيران على إنشائها منذ سنوات بقياجة قاسم سليماني ما الأهمية الكبرى اليوم للقتل اليوم في دير الزور والبادية السورية للقوات التابعة لإيران هل يمثلون أهمية كبرى أي بمعنى إيران خسرت أعضاء مهمون على الأطلاق لا 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 يوجد أهمية كبرى لهذه الخسارة البشرية كون أن إيران خسرت حراس لهذه المباني حتى اللحظة لم نوسخ وجود أي قيادي في الحجد الشعبي قيادي في حزب الله لبناني في الحرس الثوري الإيراني في فاطميون نجباء ولا فصيل يوجد منه أي قيادي حتى اللحظة لكن أهمية الضربات هي ليست عدد القتلى هي الأهداف التي دمرت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهي معلومة للجميع حقيقة الأمر يعني ليست أهداف خفية هي معلومة بأنها بنى تحتية لإيران سواء مستودعات موجودة في محيط الميادين سواء يعني مدرج يتعلق بالمسيرات سواء أيضا مراكز ومستودعات في دير الزور ذات الشيء مقارات عسكرية في محيط المكمال جميع هذه الأهداف التي استطبتها الولايات المتحدة الأمريكية هي معلومة لذلك نقول بأن الذين قتلوا الحراس حراس هذه المقارات لأنها بالأساسية أخليت من قبل المجموعات المؤلاء لإيران قبيلة الضربات الأمريكية لأنها كانت تعلم وكنا نعلم والجميع يعلم وأنا أعطيت تصريح لأحد الوكالات لنبا على الأهداف المتوقعة الأمريكية لذا يعني من البديهة أن تخلي إيران هذه المقارات وحتى إيران سحبت ضباط الحراس الثوري من الحدود السورية العراقية من دير الزور باتجاه دماشق وباتجاه مناطق أخرى في العمق الأراضي السورية ومن بقية في تلك المنطقة يقود العمليات هم حزب الله لبناني ولواء فاطميون الأفغاني طيب هل ستشكل هذه الضربات تأثير مباشر على قوة هذه الفصائل وأيضا ما الأهداف المتوقعة في المستقبل القريب كون أن هذه الهجمات لن تكون الأخيرة بحسب الولايات المتحدة الأمريكية طيب ستشكل الأرباك أرباك كبير لإعادة بناء البنى التحتية وإعادة العمل على ترميم ما قصفه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا هناك أهداف قد تستهدفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القادمة أو في جولة مسائية هذا اليوم بالنهاية هناك بنك أهداف كان موجود لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ زمن وليس الآن يعني أحد أجامعي المعلومات قال هذه للحلفاء الأمريكيين كان يجمع بنك أهداف هو في الضفة الغربية للمقرات الإيرانية يعني تمهيدا لهذه الضربات التي حصلت لذلك أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا ماذا تضرب وتعلم جيدا بأنها ستدمر هذه الأهداف ولكن هل تنهي وجود إيران في شرق سوريا على الأطلاق وأقول لك بعبارة واحدة الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن من إنهاء وجود إيران في العمليات العسكرية الحالية في شرق سوريا كما هو معروف أستاذ رامي أن هذه المنطقة في شمال سوريا تشهد انتشار واسع لهذه الفصائل والميليشيات المسلحة التابعة لإيران وأيضا قوات الجيش السوري فهل تم استهداف أي مقر مشترك ما بين هذه الميليشيات وقوات الجيش السوري في محيط مطار دير الزور العسكري هناك من المفترض بأن القوات النظام أو الجيش العربي السوري بين المزدوجين هو متواجد لكن لم نسجل خسائر بشرية في صفوف قوات النظام حتى هذه اللحظة يعني مقرات يوجد فيها حزب الله لبناني كمستودعات عياش من المفترض بأنها مستودعات عسكرية ولكن هي تحت سيطرة حزب الله لبناني أيضا هي استهدفت من طبال الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة قوات النظام أو الجيش السوري مثل ما قلنا أمسية لا حول لها ولا قوة في الهيمن الإيراني الموجودة من البوكمال إلى دير الزور 130 كيلومتر وبعدها تتحدث عن نحو 100 كيلومتر باتجاه الحدود الإدارية مع الرقة وفي عمق البادية السورية هي تحت سيطرة إيران وميليشياتها الذين يقدم نحن نتحدث عن 18 قتيلا عدد من ميليشيات التابعة لإيران في دير الزور لوحدها يصل إلى نحو 20 ألف مقاتل لأن هذه المنطقة استراتيجية ومهمة جدا لإيران وهي التي بدأها قاسم سليماني كما تعرف بطريق طهران بيروت الذي يمنع من قبل إيران أن يغلق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت إغلاقه العمل فائد طيب هل هناك أي شريط حدود حقيقي فاصل اليوم بين العراق وسوريا نظرا لأن هذه الميليشيات كانت تتحرك وبكل سهولة بين العراق وسوريا وسوف تستمر وسوف تستمر في التحرك أنا قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تربك الإيرانيين وميليشيات إيران في هذه الضربات ولكن لن تستطيع هذه الضربات أن تنهي الوجود الإيراني ووجود ميليشيات إيران في هذه المنطقة كون أنهم رسخوا وجودهم في هذه المنطقة عبر سنوات طويلة حتى لو أنهم شعبيا غير مقبولين ولكن في النهاية استطاعت إيران أن تبني مرتزقة لها تبني مقاتلين مهانين لها في المنطقة الجغرافية السورية الواقعة بين حدود العراق وعمق البادية السورية في شرق محافظة حمص ونتحدث عن بقعة جغرافية واسعة تتحدث عن البو كمال وصولا إلى تدمر غالبية هذه المناطق تحت سيطرة حواجف تابعة للميليشيات إيرانية وذات الشيء أن تتحدث عن البو كمال وصولا إلى ريب حلب الشرقي أيضا ميليشيات إيران هي الأقوى وهي الأكثر انتشارا في هذه المناطق أي مقعة جغرافية كبيرة من الأراضي السورية أبناء هذه المناطق المجندين في هذه الميليشيات يكونون فعليا الولاء لهذه الفصائل المسلحة أم فقط تم إغراءه من بمال؟ الاقتصادية دفعت الكثير من السوريين للانتماء لمرتزقة هذا البلد أو ذاك البلد سواء في أمريكا أو الملايات المتحدة إيران تركيا روسيا هناك جميع أبناء الشعب السوري مجندين لذلك هذه المجموعات من أجل المال وليس عشقا ولا حبا بهذه الدول شكرا جزيلا لك من القاهرة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة قلل كبير الجمهورين بلجنة القوات المسلحة بالكونغر ويكر قلل من نجاعة الضربات على أذرع إيران بسوريا والعراق ووصفها بأنها صفعة خفيفة على معصم النظام الإيراني الذي يجب هزيمته واتهم ويكر الرئيس الأمريكي بتمكين خصوم واشنطن من الاختباء عبر إرسال رسائل ساذج على حد تعبيره كما أشار إلى ضرورة تبني بايدن نهجا جديدا يستهدف رعاة الإرهاب الفعليين بالمنطقة على حد قوله ومن جهته اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ماكيل ماكول أن الضربات على مقار ميليشيات إيران بسوريا والعراق جاءت متأخرة سمحت للعداء بالاختباء وفي موقف أكثر صرامة أكد السيناتر الجمهوري تون كوتين ضرورة أن يكون رد واشنطن جديا ورادعا وهو ما لم يلمسه من الضربات مضيفا أن الطريقة المثلى لتجنب الحرب مع إيران هي ضرب الإيرانيين وأصولهم بقوة كما فعل ترامب عام 2020 عندما قتل قاسم سليماني وكما فعل دونالد ريجن عام 1988 عندما أغرق نصف البحرية الإيرانية وليس كما يسترد بايدن أعداء الولايات المتحدة على حد قوله من واشنطن الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية الأستاذ إيهاب عباس مرحبا بك شكرا لوجودك معنا أستاذ إيهاب أولا تعليقكم على هذا الرد هل بالفعل كما وصفه الكثير من الجمهورين بأنه فقط ضربة خفيفة لإيران وهو يخدم أعداء إيران أعداء الولايات المتحدة عذرني نعم أهلا بحضرتك أستاذ المبروك وأهلا بكل المشاهدين أنا أتفق مع ما ذهب إليه قيادات الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي من أن هذه الضربات في الواقع هي ضربات خجولة ضربات تم الإبلاغ عنها قبل أن تتم تم إبلاغ الأذرع والجانب الإيراني متى وأين ستتم وبالتالي نضعها في نفس إطار الضربات التي وجهت ضد الحوثيين في بادئ الأمر طبعا بإبلاغ الحوثيين بالأماكن وساعة الصفر وهذا يدل على أن إدارة جو بايدن لا تريد أن تؤزم الموقف المتؤزم أصلا لها في الشرق الأوسط في وقت السنة الانتخابية وتريد في نفس التوقيت أن تحاول أن تمسك بالعصى من المنتصف يعني لا هي ضربت إيران ولا هي ضربت أذرعها بالوكالة حقيقة وفي نفس التوقيت تبدو كما لو أنها ضربت أذرع إيران بالوكالة وانتقمت للجنود الأمريكي لكن هذا لن ينطلع على السياسيين والعسكريين والمتابعين الذين يعرفون تماما عندما تريد واشنطن أن تأكل الكتف من أين تأكلها فهذا الذي حدث أنا أضعه في اعتبار الاستهلاك الإعلامي المحلي كي يقول إننا انتقمنا لجنودنا القتلى وللاعتداء على القوات الأمريكية هذه الضربات من وجهة نظري ستكون عامل ضغط أكثر على جو بايدن كي يقوم بخطوات حقيقية ضد الرأس الأخطبطية وليس أذرعها نعني هنا إيران هل جو بايدن سيجر على هذا الأمر أنا شخصيا لا أعتقد وهو نفسه شخصيا أيضا لا يعتقد لأنه قال لا نريد أن ندخل في مواجهة مباشرة مع إيران طيب انقسام مجلس الشيوخ والنواب حول الضربات وتأخرها وضرورة اتباع النهج جديد من واشنطن باتجاه هذه الميليشيات المسلحة ربما يغير شكل الرد الآخر المتوقع في المستقبل وهو ما أكدت عليه إدارة بايدن أن هناك ضربات قادمة أي ضربات قادمة لن يكون لها أي قيمة طالما ستظل خطوط الإمداد قائمة وتصل كل أنواع الأسلحة ويصل كل أنواع الدعم اللوجستي لهذه الجماعات يعني كما نشاهد مثلا الحوثيون اليوم عندما قامت واشنطن بضربات كرد على اعتداءاتهم على البحر الأحمر وثم بعد ذلك تطور الأمر إلى ضربات استباقية في داخل الأراضي اليمنية كل هذا ليس له فائدة لماذا؟ لأن هناك خطوط إمداد ممتدة من طهران إلى اليمن تقدم كل أنواع الصواريخ والمسيرات والذخائر لهذه الجماعة كي تستمر في عملياتها الإرهابية في البحر الأحمر نفس الشيء مع الأذرع بالوكالة في العراق وفي سوريا صحيح سيتعرض لضربات ربما تكون ضربات يعني تؤدي إلى خسارتهم كثير من الأسلحة والذخائر لكن كل هذا سيتم تعويضه عبر أسابيع وأشهر سريعة جدا طالما هناك خطوط إنداد مفتوحة وواشنطن تعلم ذلك وبايضن يعلم ذلك ولويد أوستن وزير الدفاع يعلم ذلك فستعود الأمور كما كانت قبل ما نشاهده اليوم يعني ضربات وضربات مضادة ولكن أستاذ إهاب هناك من شبه بالفعل هذه الضربات بضربات عام 2020 التي قال دونالد ترومب في ذلك الوقت أن الإيرانيين اتصلوا به وقالوا أنهم سيستهدفون قاعدة عين الأسد وبالتالي أخلى ترومب العسكرين والأسلحة والعتاد هل هناك بالفعل تفاهم إيراني أمريكي قبل هذه الضربة أنا تحدث في هذا الأمر تحديدا كما ذكرت حضرتك مضبوط يعني أنه اليوم هناك تبادل للأدوار قبل ذلك إيران أبلغت واشنطن انتقامها من سليماني مقتد سليماني في داخل العراق في مكان فارغ ضربت صاروخين أصبت على ما تذكر جنديين عراقيين وضابط ولم تصب أي شيء أمريكي فيه اليوم بايدن والإدارة الأمريكية يرعبون هذا الدور ولكن من الطرف الآخر فكرة أن يكون هناك اتفاق أعتقد أن هناك اتفاق غير معلن بأنه لا يجب أن يكون هناك مواجهة مباشرة ولا يكون هناك تصعيد وهذا ما أكده بايدن وجون كيربي وأيضا بلينكين قبل تنفيذ هذه الضربات كل التصرحات خرجت في إطار لا نريد التصعيد ولا نريد مواجهة مباشرة مع إيران لكن في نفس التوقيت يجب أن يكون هناك حفظ ماء لحفظ ماء وجهة واشنطن أمام الشعب الأمريكي يعني كيف يتعرض أمريكيون جنود أمريكيون في الخارج للقتل وإصابات بأعداد كبيرة دون أن يكون هناك رد فجاء هذا الرد نتائج حتى لن نستبق الأحداث أيضا سنرى نتائج هذه العمليات خلال الساعات القادمة وتقييمها هل بالفعل كانت مناسبة لما تعرضت لها القوات الأمريكية هذا السؤال السؤال الآخر هل ستوقف بالفعل اعتداءات الجماعات المسلحة الموالية لإيران على القوات الأمريكية هذا السؤال الثاني لأنه من الممكن أن تستمر ويكون هناك رد فعل بعد ذلك من هذه الجماعات وتكون أمريكا مضطرة التي تقول أنها لا تريد التصعيد وهي فعلا لا تريد التصعيد لكن ستكون مضطرة لدخول في حرب ولو جزئية ولكن أستاذ إيهاب متوقع أن يكون هناك رد من قبل هذه الفصائل على غرار استهداف كونيكو صحيح؟ أنا أعتقد لأنه هناك استهداف تم أعتقد في سوريا قبل ساعات بعد العمليات أو أثناء العمليات نعم في قاعدة كونيكو صحيح 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 فأعتقد أنه من الممكن أن يستمر خاصة مع إعلان جماعة النجباء في العراق أنها ستستمر في استهداف القوات الأمريكية بعكس بقالته جماعة حزب الله في العراق أنها ستوقف العمليات ضد القوات الأمريكية حتى لا تحرج الحكومة العراقية وهي أحرجتها بالفعل أصلا عبر سنوات وأشهر وإلى آخره لأنها تأتمر بأوامر إيران وليس بأوامر الحكومة العراقية فأنا أعتقد هذا حتى المشهد الذي يبدو هناك فيه اشتباك في الرؤى والأفكار بين الجماعات العراقية نفسها هذا مشهد مفبرك من قبل إيران حتى تبدو أنها لا تتخذ القرارات السياسية والعسكرية لهذه الجماعات وأنهم يختلفون في هذه وجهة النظر حتى يربكوا صانع القرار الاستراتيجي والعسكري الأمريكي فيقول والله يبدو أنها فعلا جماعات لا تتأمر بأوامر إيران وأنها تعمل من منطلق رؤية انفرادية كل على حدة فالأمور معقدة لكن الذي بات جليا وواضحا ولا يشك فيه إلا من قبل إدارة جو بايدن هو أن إيران تقف كلها خلف هذه الأحداث وهي لا تستطيع أن تفعل مها شيء إدارة جو بايدن طيب لماذا تعتمد إدارة بايدن إبعاد عنصر المفاجأة في هذه الضربات يعني هذه الضربات التي حصلت الليلة كان يحذر منها بايدن ويعلن عنها قبل خمسة أيام وأيضا حتى مع انتهاءها يحذر من جديد بأن هناك ضربات قادمة يعني أنا أفسر هذا الأمر تفسيرين التفسير الأول أن واشنطن لا تريد أن تقتل قيادات عسكرية إيرانية تنشط في العراق وفي سوريا من خلال إحدى هذه الضربات وبالتالي تؤزم الموقف يعني لو شاهدنا خلال الفترة الماضية إسرائيل هي التي تقوم بتنفيذ ضربات واغتيالات لشخصيات إيرانية عسكرية لكن واشنطن لا تريد هذا الأمر هذا جانب الجانب الآخر أنها تأتي أيضا في إطار عدم رغبة أن يكون هناك تصعيد من خلال ضربات في أماكن ربما تؤدي إلى مواجهة مباشرة مع إيران يعني إذا كانت هناك خطط استراتيجية إيرانية في المنطقة أو أمريكية لا يجب أن تختلطان في هذا التوقيت ببعضهما البعض يعني ضربات في أماكن لا يوجد فيها شيء مهم بعض الأسلحة ماشي بعض الذخيرة ماشي بعض الأشخاص المتدربين أو المدربين لكن قيادات كبيرة من الممكن أن تؤدي إلى تلسنات ديبلوماسية بعد ذلك عمليات انتقامية متبادلة أعتقد واشنطن تحاول أن تتجنب هذا الأمر شكرا جزيرة لك من واشنطن الباحث الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس تحياتي من بغداد ينضم إلينا الباحث الشؤون السياسية والأمنية نجم القصاد مرحبا بك وشكرا لوجودك معنا أستاذ نجم كيف تبعتم هذه الضربات حتى الآن على المناطق العراقية تحديدا تحية لك أولي متابعيك الكرام يعني بالتأكيد من كان متضرر وسيتضرر من هذه الضربات لو تكررت بالتأكيد المواطن العراقي خصوصا بعد استشهاد عدة مواطنين في منطقة القائم أثناء هذه الضربات لكن أنا أرى هذه الضربات هي داخلية إلى الولايات المتحدة أكثر مما تعطي رسائل خارجية لأن حفظ ماء الوجه للحزب الديمقراطي والرئيس الحالي بايدن للولايات المتحدة التي لوح بالتهديدات واللربات على مناطق عدة في العراق وفي سوريا وحتى في اليمن وفي لبنان لكن ما شاهدناه ولاحظنا هذه الضربات هي اتفاقيات على ما يبدو على قواعد الاشتباك بين إيران والولايات المتحدة وأنا سميتها مسرحية عسكرية تأريف إيران وإخراج أمريكا بالتالي أنا أرى هذه الضربات ما هي إلا للحفاظ على ماء الوجه للولايات المتحدة التي تراجعت كثيرا في فترة الرئيس الحالي بايدن مما جعل هناك تدمرا أكثر مما كان يتوقع الحزب الديمقراطي خصوصا إلى هذه اللحظة هناك اعتراضات وامتعاضات من كثير أعضاء الكونغرس وكذلك مجلس الشيوخ على هذه الضربات والاعتداءات المتكررة طيب أستاذ نجم كيف ستتعامل اليوم الحكومة العراقية مع هذا التطور واشنطن تقول أنها بالفعل تواصلت قبل هذه الضربات مع الحكومة وقائد القوات المسلحة العراقية يقول أنها انتهاك حقيقي للسيادة العراقية وتعرض أمن البلاد والمنطقة ككل الخطر يعني حكومة بغداد برئاسة السيدة محمد السوداني لا يرغب بالتصعيد خصوصا مع الولايات المتحدة يحاول الحفاظ على الوسطية والاعتدال سواء مع إيران حينما اعتدت على الأراضي العراقية وحينها قدمت شكوى واعترضت وامتعضت وانزعجت كثيرا بنفس الوقت حينما تتكرر هذه الاعتداءات من قبل الحليف الأمريكي على الأراضي العراقية واستهداف المواطنين وحتى فصال الحيزي الشعبي نرى الحكومة تستنكر وهذا ما حصل استنكار من الناطق الإعلامي للقوات المسلحة السيد يحيى رسول أنا أرى ما تتحدث به الولايات المتحدة بأنها حصلت على موافقات أو أبلغت الحكومة لربما ليس فيه مصداقية تعلم الولايات المتحدة تحاول خلط الأوراق خصوصا حينما يتراجع نفودها في المنطقة ولهذا السبب تصريح الأمريكي أعتقد ليس فيه نوع من الدقة ماذا تقصد بعدم المصداقية تحديدا؟ يعني الولايات المتحدة معروفة تاريخيا تتحدث شيء في الإعلام وتعمل وتتفق بشيء خلف الإعلام وليس أمام الإعلام وهذا ما معروف للولايات المتحدة وأعتقد حتى هذا التصريح ليس فيه معنى وليس فيه جدوى يعني كل المعطيات والمؤشرات الولايات المتحدة تتخوف من التصعيد في المنطقة أولا حكومة بايدن أمامها انتخابات ثانيا انقفاض منسوبها أمام الشعب الأمريكي هناك أزمات في بين إسرائيل اعتداءها على فلسطين كذلك الحرب الأوكرانية الروسية خلافاتها مع الصين هذه كلها لا تستطيع هذه الحكومة أن تجعل هناك تسويات مع هذه الأزمات مما تجعل نفسها تعيد بالضربات لربما هذه الضربات تعتقد بأن الشعب الأمريكي سوف يقتنع بها لكن أنا أرى سيكون عكسيا على حكومة بايدن وما الذي يمنع اليوم الجهات الرسمية العراقية من الخروج وتفنيد هذه التصريحات الأمريكية إذا كانت غير صادقة أتفق معك أعتقد في الساعات المقبلة سيكون هناك نفيا من وزارة الخارجية أو من الحكومة الناطق باسم الحكومة لأن هذا غير ممكن السكوت يعني رضاء يعني قناعة يعني موافقة لكن تعلم نحن في بداية اليوم وهناك بعض المعلومات بأن الحكومة ستقوم بهذا النفي حتى يتم عدم مصداقية هذا الخبر من قبل الآخرين هل اليوم هذه الفصائل العراقية تشكل عبءا حقيقيا على الحكومة العراقية يعني أولا لا أقول كل الفصائل أغلب الفصائل هي شاركة وساهمت في الانتخابات المحلية والمركزية يعني البرلمانية وشاركت حتى في السلطة التنفيذية وبعض الفصائل قد أوقفت العمليات ضد الأمريكان في القواعد أو حتى في السفارة لكن بقيت ثلاثة أو أربعة فصائل لكن ربما بعد هذه الضربات حتى الفصيل يعني حتى الفصيل الذي أوقف العمليات أعتقد سوف يتم العمل بالاستهداف إلى الأمريكان لأن هذا الاعتداء سوف لن يرضى عليه أحدا سواء من الفصائل أو غير الفصائل من بغداد الباحث الشؤون السياسية والأمنية سيد نجم القصاب شكرا جزيلا لك قالت صحيفة بوليتيكو إن الولايات المتحدة تخطط لضرب اليمن ضمن ردها على الهجوم على قاعدتها العسكرية في الأردن الذي أودى بحياتي ثلاثة وأصاب آخرين وفي سياق آخر أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أربع شركات في إيران وهونغ كونغ تتهمها واشنطن بتوفير مواد وأدوات تكنولوجية لبرنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران وفرضت الوزارة عقوبات على ست مسؤولين في القيادة الإلكترونية السيبرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني على خلفية اتهامات لهم بالقيام بأنشطة إلكترونية ضارة استهدفت بين تحتية حيوية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى وستحضر السلطات بموجب هذه العقوبات الوصول إلى ممتلكات الكينات والأفراد المشمولين بالعقوبات الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة للسيطرة الأمريكية إلى تطورات غزة حيث أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بمقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل شرق رفح جنوبي قطاع غزة وأفادت وكالة أشهاب الإخبارية بأن الجيش الإسرائيلي نسف مربعا سكانيا وسط خانيونس جنوب القطاع فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الضربات الإسرائيلية ارتفعت إلى أكثر من 27 ألفا منذ بدء الحرب كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن عددا من قادة الأجهزة الأمنية من بينهم رئيس أركان الجيش هرتس هاليفي قرروا الاستقال من مناصبهم وينتظرون الموعد المناسب للإعلان عن ذلك لكن الهيئة أضافت بأنه ومع استمرار القتال في الجنوب والشمال فإن هؤلاء المسؤولين يعتزمون البقاء في مواقعهم ولذلك فمن غير المتوقع استقالتهم في المستقبل القريب أبدأ وزير الخارجية الأمريكان توني بلينكين جولته الجديدة في الشرق الأوسط وهي الخامسة له منذ بدء الحرب في غزة ومن المفترض أن تشمل السعودية ومصر وقطر ورام الله إلى جانب تل أبيب ويسعب بلينكين للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق باقي الرهائن الإسرائيليين وإنجاز هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات إلى غزة إلى جانب ضمان عدم اتساع الصراع وفقا للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الذي أضاف أن بلينكين سيناقش أيضا في زيارته غدا كيفية إرساء منطقة أكثر سلاما وأمنا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سوا من رفح جنوب قطاع غزة تنضم إلينا الصحفية خولة الخالدي خولة صباح الخير آخر التطورات من عندك لهذا اليوم آخر التطورات هي وتيرة الغارات الإسرائيلية التي لوحظ بأنها أقل من ذي قبل مع تركيز الجيش الإسرائيلي على ضربات محددة ومركزة ولكن في أماكن مكتظة آخر هذه الضربات والتي سجلت في محافظة رفح أسفرت عن نقوع أكثر من 12 ضحية وعدد من الإصابات وصلت إلى المستشفيات الفلسطينية بطبيعة الحال هذه الضربة كانت لعائلة نازحة أتت من شمال قطاع غزة إلى أقصى جنوبها من أجل الهروب من الصواريخ الإسرائيلية ولكن يبدو أنها لاحقتهم إلى هذه المناطق أيضا بالإضافة إلى تراجع واضح مولقود للأليات والدبابات العسكرية من عدد من المناطق التي كانت قد تمركزت فيها هذه الأليات والدبابات في مناطق خانيون استحديدا المناطق الغربية والوسطى هناك تراجع واضح لهذه الآليات إضافة على تراجعها من محيط مجمع ناصر الطبي والذي كان قد حوصل لأكثر من عشرة أيام وبالتالي تكشف حجم كبير جدا للدمار الذي لحق بالمنشآت والكليات والجامعات ومنازل المواطنين وأيضا البناء التحتية نتيجة لتنفيذ الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات خلال الأيام الفائتة إضافة أيضا للمدفعيات التي لم تتوقف طيلة إشهاء هذه العمليات العسكرية في تلك المنطقة مع التأكيد أن الجيش الإسرائيلي قام بسحب لواء آخر وهو لواء المضليين من الوحدات المقاتلة داخل محافظة خانيونس بالتحديد إضافة إلى ذلك هناك حالة من الهدوء النسبي التي تسود المحافظات الوسطى بعد أن شن الجيش الإسرائيلي غارة شديدة جدا في وسط مخيم دير البلح تحديدا أسفر عن مقوع عدد من الضحايا والإصابات وصلت إلى مستشفى الشهداء الأقصى مع تركيز الجيش الإسرائيلي على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من محافظة غزة والتي ما زالت فيها الآليات والدبابات تتمركز في عدد من المحاور والتي يتصدى لها فصائل مقاومة الفلسطينية في تلك المنطقة كان آخرها ما أعلنت عنه الفصائل بتصديها لمجموعة وكتيبة من الجيش الإسرائيلي في منطقة محيط الجوازات وهي المنطقة الغربية من محافظة غزة وأعلنوا بأنهم قاموا بالإجهاز على أكثر من 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر ولكن لم يتسنى التحري من عدد من قتلوا في خلال هذه المهمة بالإضافة أيضا إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الشمالية والمناطق الشمالية الغربية تحديدا منطقة السودانية والسلاطين والكرامة والمخابرات والمقوس والأمن العام هذه المناطق كان قد تمركز فيها الجيش الإسرائيلي طيلة الحرب البرية على قطع غزة تحديدا منذ 27 من أكتوبر الماضي وحتى أيام معدودة قام الجيش الإسرائيلي الانسحاب من هذه المناطق للمرة الأولى وبالتالي تمكن عدد من المواطنين من الذهاب إلى تلك المناطق وتفقد منازلهم ومنشآتهم التي دمرها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل حتى البنية التحتية تم الحديث عن تدميرها بشكل كامل وتجريف عدد كبير جدا من الأراضي والمنازل والمدارس والمساجد إضافة أيضا على إحراق عدد كبير جدا أيضا من هذه المنازل التي كان قد تمركز فيها الجيش الإسرائيلي طيلة العمليات العسكرية البرية في تلك المناطق مع التأكيد أن هناك دعوات للجيش الإسرائيلي من أجل النزوح من مناطق غرب مدينة غزة والتوجه إلى المناطق والوسطى هذه الدعوات ما زالت مستمرة في ظل فرض الجيش الإسرائيلي عملياتها العسكرية في تلك المناطق والتي هي معززة بطبيعة الحال بالمدفعيات من حين إلى آخر إجاز وافي عن الوضع الميداني ماذا عن الإنسان في مدن قطاع غزة؟ أيضا يبدو أن المنخفض الجوي انتهى هذا اليوم انتهى وللأسف أنه كشف حجم المأساة التي عاشها الفلسطينيون طيلة الفترة الماضية هناك غرق عدد كبير جدا من الشوائع نتيجة لدمار البنية التحتية إضافة إلى صعوبة عمليات التنقل والوصول إلى المستشفيات أو المنشآت أو حتى الحصول على مساعدات هذا وإن تسنى للمواطنين الفلسطينيين كنا نتحدث عن مناطق شمال غزة ومحافظة غزة بالتحديد على وجه الخصوص هتين المنطقتين حتى هذه اللحظة تعاني من نقص الدقيق ومن نقص المستلزمات الغذائية بطبيعة الحال إضافة إلى شح المياه في هذا المنخفض الجوي تم الاعتماد على تجميع مياه الأمطار من أجل الحصول على مياه نظيفة للشرب تحديدا أو للاختسال والاستخدام اليومي في مناطق الوسط ومناطق الجنوب الأزمة متعلقة بأعداد النازحين والاكتظاد السكاني الرهيب في هذه المناطق واعتماد السكان على وجودهم في خيام وبالتالي حالات البرد والأمراض والأوبئة انتشرت في هذه المناطق بشكل كبير للغاية ما أدى إلى أزمة حققية في الانشآت الطبية وطبيعة الحال من رفح جنوب قطاع غزة الصحفية خول الخالدي شكرا جزيرا لك على كل هذه المعلومات الساعة الإخبارية انتهت شكرا لكرم المتابع على رأس الساعة ضحة زهيري اشتركوا في القناة